خارج خريطة طريق السلام واتجاهات الهدنة الإنسانية تسلك ميليشيات الحوثي دروباً التوائية ما وراء مسارات البنود المتفق عليها لفتح معابر تعز وبينما تدخل الهدنة طور التمديد وتتواصل مفاوضات طرق تعز في العاصمة الأردنية عمان تذهب مؤشرات الطعاط الحوثي مع هذا البند إلى اتجاه انفرادي ومتربص إذ شرعت الميليشيات في الهروب من الضغط الدولي ومواثيق الهدنة إلى شق طريق فرعية مهجورة ومميتة بدلاً من الإيفاء بتعاهداتها في فتح المعابر الرئيسية والأساسية في خريطة طريق الهدنة طبيعة هذه الطريق الخلفية من حيث طول مسافتها لعشرات الكيلومترات وضيق عرض معبرها البدائي الوعر إلى جانب مرورها بمناطق السيطرة النارية للميليشيات تكشف مبتغى الحوثيين من شقها لصالحهم العسكري وخنق العابرين واعتبر محافظ تعز نبيل شمسان ما تقوم به الميليشيات تحايلاً استباقياً والتفافاً لتضليل الرأي العام وحرف مسار المفاوضات يعزز من مؤشر الانتهازية العسكرية لطرق الهدنة الإنسانية قيام الميليشيات بتكويم متارس ترابية وأخندقة طريق جولة القصر الذي يعد من المعابر الرئيسية التي تطالب الحكومة الحوثيين بفتحها ثالث هذه المؤشرات هو استقدام ميليشيات الحوثي تعزيزات عسكرية من المجامع المسلحة والآليات الثقيلة عبر طريق النجد الأحمر من محافظة أب في وقت ما زالت فيه مفاوضات تعز سارية والهدنة جارعة وهذه المؤشرات لا تبشر بمجملها بأي تقدم ملموس وإيجابي من قبل الميليشيات تجاه البنود الإنسانية رغم تمديد الهدنة الهدنة التي ما زالت تعطي الحوثيين ولا تأخذ